بسم الله الرحمن الرحيم ومن من حروا لكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة بردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم برعتين سنعذبهم برتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكير خلطوا عليهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليهم ألم يعلموا أن الله هو يقبله توبة عن عباده ويرخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون موجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عظيم حكيم صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أزور سيدتي ومولاتي فاطمة المعصومة نيابة عن المؤمنين والمؤمنات ونيابتان عن زوار الإمامين الجوادين وخدام الإمامين الجوادين ونيابتان عن مولاي صاحب العصر والزمان قربتان وطاعة إلى الله تعالى السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين السلام عليك يا بنت الحسن والحسين السلام عليك يا بنت ولي الله السلام عليك يا أخت ولي الله السلام عليك يا عمة ولي الله السلام عليك يا بنت موسى بن جعفار ورحمة الله وبركاته السلام عليك عرف الله بيننا وبينكم في الجنة وحشرنا في زمرتكم وأوردنا حوضان بيكم وسقانا بكأس جدكم من يد علي بن أبي طالب صلوات الله عليكم صلوات الله عليكم أسأل الله أن يرينا فيكم السرور والفراج وأن يجمعنا وإياكم في زمرة جدكم محمد صلوات الله عليه وآله وأن لا يسلبنا معرفتكم إنه ولي قدير أتقرضوا إلى الله بحبكم وبالبراءة من أعدائكم والتسليم إلى الله راضياً به غير منكر ولا مستكبر وعلى يقين ما أتى به محمد وبه راض نطلب بذلك وجهك يا سيدي اللهم ورضاك والدار الآخرة يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإنا لك عند الله شأنا من الشام اللهم إني أسألك أن تختما لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم استجب لنا وتقبله بكرمك وعزتك وبرحمتك وعافيتك وصلى الله على محمد وآله أجمعين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين